رغم الخفاظ الإقبال عليها في فصل الصيف إلا أن حديقة الحيوانات بالعطفة تستقبل العائلات من غردايا والولايات المجاورة لها هذا الاستثمار تجسد بفضل عزيمة هذا المستثمر الذي مكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة مختلف الحيوانات الأليفة منها والمفترسة يجبني عشد ويجبني عشد ويجبني عمل عندما نقولوا هكذا فانترافاي عدنا هاد البلاصة هكذا نجيو ندورو هكذا شوية ساعة نجيبوها للحدائق العامة ووضيفوها نكونو هنا لأشياء هكذا نجيو مع الدراري والخام يكامل حاجة زينا عمارة البلاد وعلى باك حاجة تانية كاين بعض الحيوانات أنا قاعد ما نشوفوه مش بحال المفقودين شوفوا به الحماضيك فمتني لو ندرك تشوفهم عنب وباشر سيرتو كيمال هادون ديران شفناها مدركة كنا نتصورهم معهم ولا تعالي نمرهم فمتني لو لو حاجة روعة نحن خممنا عليهم باش ما يقعدوا شبلاش يقعدوا سماو وما يقوين يروحوا شرام يجو جو صباح ويجو العشياء مع شوية سخانة تانية شوية طردهم شوية وما حتى العشياء كتا عادي بداي ويسعى صاحب هذا المرفق إلى توفير كافة الظروف الملائمة لعيش وتكاثر هذه الأنواع من الحيوانات رغم التكاليف الباهضة المترتبة عن ذلك إذ لا يحدوه طموح في توسيع استثماره لمناطق أخرى بالوطن